وشهر في ابتسام في استكمال نفس الفكرة الخوصصة بالنسبة لينا في تونس هي من أكثر الأسباب التي دمرت المؤسسات التونسية الفعالة والمؤسسات ذات السبغة التجارية لأنه للأسف الشديد الدولة صاغت تشريعات كثيرة في اتجاه ليبرالية الدولة وفي اتجاه أنه تفرد في الكثير من القطاعات الحيوية اللي كانت في اتجاهها وحبيت نرجع شوية سنة 2017 تقريبا رئيس السيدلي المركزية بالاتفاق مع سيفات سنة 2017 في حالة عجز كبيرة قرر أن يوقف الدولة مع شاعة الاسبيترات إلا ما تخلصوني فتقريبا اسمه سي أيمن هكا ما نستحذرش اسمه ولقبه رئيس مدير هذا يتصل به وزير السحة ورئيس الحكومة نذاك ويأمره بأنه يصرف الدولة ويغض الطرف عن العجز اللي واقع فيه وأنا ذاك حتى المؤسسات متع صناعات الأدوية الكبرى قالت راو ما عاش مش نبيع لتونس الأدوية وتوقفت في فترة ما كانت تتفكروا أزمة الدواء اللي نقصت في تونس خاصة تونس ما عاش تنجم تستورد الدواء لأنه ما هيش قاعدة تخلص يعني شوف كانت الإرادة السياسية غائبة بل أنه هناك إرادة سياسية لأنه المؤسسة تدمر ويستفيد من تدميرها يعني خواص هدايا للأسف الشديد ما قاعد يحصل شوف راو خلي الخواص يستثمروا أما ما تدمرش قطاعك الحيوي شوف وقت اللي شوفنا مثلا خطوط تنسير تجيب في تونس من لبنان راو لو ما كان جايش عندك ناقلة وطنية ما راو ما كان يجيبهم لك حد هداك علش أنا الفترة هدية نسميها فترة ترميم مش فترة بناء شوف فترة البناء نعتبرها تمت في فترة الستينات فترة التسعينات صارت فيها فترة خوصصة وهدم اليوم الفترة هدية نعتبرها فترة ترميم المؤسسات انت لاقا من هنشير الشعال صفات فصفات قفصة الخطوط تنسيه يعني برشة مؤسسات تطلب اليوم ترميم من جديد